في اللعب ده. ولا شايف حقيقي انه دي الطريقة او دي المغامرة اللي هيحاول حسام انه هو يجربها ويسبتها مع منتخب مصر. لا طبعا اساسي ان انا طريقة لعبة اني بعملها بشوف الامكانات اللي عند ايه في اللعيبة. عاوز اطلع اخد من كل لعيب اقصى حاجة ممكنة. فحلاقي ان انا الحتة دي مش موجود هو اللي خلاه شكلها حلو او الفكر ده او طرق اللعب عموما يعد متغيرة. والناس ما بتعرفش طرق اللعبة كتيرة يعني ان يلعب ثلاثة خمسة اتنين دي او يلعب اربعة ثلاثة او يلعب الطرق دي كلها متغيرة. بس هو يهم حاجة ان اللعيبة دي تنفذ الفكر بتاعه. ومن حسن حظه ان اللعيبة نفذت الفكر بتاعه في نص ساعة من الشوط الاول سيطرة كاملة استحواس كامل فكر وتنفيذ خططي على اعلى مستوى. هجومي ودفاعي ده كله الناس طبعا مستغربة ان يلعب بتلاتة لا فيه طرق تلاتة وليه ما لعبش تلاتة وليه ما لعبش مثل وراء اتنين. سيماني كان بيعملها مع الاهل كتبولها. يعني اعمالها بس هي كان الوضع كان للحسن الصراعات بقى الداخلية هو كمدير فني وهو قبل كده كان لاعب. وعارف الامكانيات ايه والفكر ده. فالصراع اللعب ده ولا ده طب الناحية الشمال ده هيعمل لي ايه طب انا هحلها ازاي. فهو توفق في انه هو بدأ بالفكر ده بس الفكر ده عايز لياقة عالية جدا جدا جدا. بدليل ان اللعبة لما استنفذت بدأت تستنفذ اللياقة الدانية اللياقة الزهنية هتقل. الواجبات الخططية هتقل. الواجبات اللي مفروضة العمالة هتقل. فهيظهر علينا الشوط التابع. طب افهم من كامحك انه لجوء حسام للسيناريو او للطريقة اللي اختار يبدأ بيها قدام بوركينا هو اختيار اجباري او مصار اجباري. طريقته ليه الظروف. وده معناه انه في حالة وجود الاسكوارد بشكل كامل. ممكن شكل المنتخب او طريقة المنتخب ترجع للأسلوب التقليدي اللي احنا كنا متعودين عليه. لا ممكن ترجع في شكل التشكيل لكن حتة الروح وتنفيذ اللعيبة في اي طريقة كان حينفذوها. يعني هو وصل بها كده خلاص. هو حفظ اللعيبة بالزبط التهرقات والواجبات والتفكير بتاعهم وانه ازاي يلعب وازاي يغطي وازاي كلام ده. الفكر ده دي كفاءة من حسام بتثبت كفاءته عشان الناس كتير كانت تقول طب ما هو يمكن حسام مش يعني اه مدرب وقسم لكن مش منتخبات. لا ده هو اثبت ان انا كمنتخبات بدليل الفكر بتاع تغيير الطريقة بمناسبة اللعيبة اللي عنده. يعني لو كان عنده فتوح او حمدي مش موقوف عنده كامل ما كانش هيبقى الشكل مش هيبقى التشكيل كده لكن هيبقى الأداء كده. الأداء مش هيتغير فإذا هو نجح كمدرب عنده بعض ودايما احنا كنا يعني بنتكلم بنقول طرق اللعب احنا في آخر كاس عالم لعبوا 32 فريق اللي هي كانت. اللي كانت آخر بطولة بالشكل يعني آخر اللي هي كانت قطر. كانت قطر. 32 فريق. هل ال32 لعبوا بنفس الطريقة؟ لا. لعبوا بست طرق. يعني ال32 فريق لعبوا بست طرق. أكتر طريقة تلاعب بها 15 دولة من ال32 دولة أربعة تلات تلاتة. دي كانت موجودة. لكن كان فيه ثلاثة خمسة اثنين. فرق لعبت كده. ثلاثة بحفرة. فيه أربعة تلاتة واحد. فيه أربعة يعني كان فيه. هو مفترض الكابتن فاتحي معلش. في أصول يعني في أصول التدريب. ودي طبعا مرتبطة بإمكانيات اللعيب. يعني لما يكون عندي فريق زي ريال مدريد. أو فريق زي من سيتي أو فريق زي بار ميونيخ. أنا عندي أعلى كوالتي في العالم. فطبيعي جدا إن أنا طريقة تفكيري في طريقة اللي ألعب بها مريحة جدا. أعرف أختار وغير فيها زي من عايز. لكن أغلى فريق العالم ما عندها الشرفاهية دي. هل المفروض